اشتركوا في القناة فأنا كل جلسة بروح باغسل فيها ثلاث أيام في الأسبوع كل جلسة بيخلوني أوقعوني على كومبيالي كل يوم بدفع خمسمائة شيكل وجوزي تهركني بعد ما بلشت أغسل وما بطلعش إلي ولا بطلع على أولادي بالمرة نهائيا فبناشد أنا يعني كل الشيهات المعنيين هتطلع على وضعي أنا ما بدي الوضع المهدي تطلع إلى الوضع الصحة القالي ساعدوني في هذا التأمين فعلا ما في معاي مصاري أوفر يعني أني كل يوم طالب أجيب وصلني لحد بيتي فأنا بناشد رئيس الصحة وقائد منطقة الخليل إنهم يوفروا لي تأمين ويوفروا لي حال ويساعدوني مثلا كمان في ترميم بيتي بيتي برء والله العظيم في الشتاء أنه المهي بتكون نازل علي أنا ووضع المادي صعب بعد مرات أني بعد مرات بروح ثلاث ساعات على الغسيل بقعد عماكنة الغسيل ما بكون معي شيء آكل يعني أنا بدي برضو يعني دبرول لو يعني وظيف يعني هيك بسيطة جدا اللي أقدر أعيش أنا وولادي وبغض النظر عن كمان أنه أيام الشتاء في أيام البرد القارصة يعني عن جد أني أنا بموت من استقعان ولا لا فيه تد فيه لا فيه إشي لا فيه بوابي يعني اللي أأمن على أولادي أسكر أسكر عليهم أحطهم في غرفة مثلا اللي يشعروا فيه بالدفع يعني وشوف يعني برضو اللي رطوبي يعني طلع كيف الحيطان بحتي على يميك يعني لبرودي عن جد حتى فرشي زي الخلق ما فيش في الدار اشتركوا في القناة